الغريب أن تركة الرئيس السبسي والتي تحمل الملامح البورغيبية كما يقول التونسيون هي حتى أكبر من حزب نداء تونس الانشقاقات الداخلية الفشل في معالجة الأوضاع الاقتصادية سيفرض ضريبة باهظة على نداء تونس وعلى تركة السبسي وربما يعيد توجيه الأصوات صوب النهضة هل تتفق مع هذا القول؟ أولا هذه مفاجأة كبيرة جدا أن تأتي الانتخابات البرلمانية بعد الانتخابات الرئاسية وكما نعلم الانتخابات الرئاسية كانت من المفروض أن تقع في شهر نوفمبر القادم يوم 17 ولكن بسبب شغور منصب الرئاسة فبالتالي تقدمت الانتخابات الرئاسية وهذه الانتخابات سوف تلقي بظلالها وتأثيراتها عن انتخابات تشريعية هذا أولا ثانيا يعني السبسي أحبابنا كان هنا أحدث توازن والسبسي جاء إلى الساحة السياسية بعد ربما عشرين سنة من اعتكافه واستطاع أن يحدث هذا التوازن الكبير جدا بل أكثر من ذلك أنا أقول أقول هو الذي سمح لحركة النهضة أن تتواجد في البرلمان وأن تتواجد في الساحة السياسية لأن كانت الكثير من المخاطر تحيد بحركة النهضة ولكن في المقابل هو استطاع الباجي قادي السبسي أن يصل إلى الحكم واستطاع بل أكثر من ذلك أن يفوز بالمرطبة الأولى في البرلمانات بحزب لم يشكل حتى مؤتمره أو يجري مؤتمره التأسيسي الأول هذا يعني إنجاز كبير جدا لندى تونس ولكن كما تعلمون نندى تونس يعني ذهب ربما أدراج الرياح وتمزق يعني مذاهب شتى وأصبحت أحزاب كثيرة جدا وربما حزب رئيس الحكومة يوسف الشهد هو الذي سوف يرث هذا الحزب ولكن يرثه بشكل ربما محدود نعم الآن نحن نشاهد الساحة السياسية تتحرك فوق المال متحركة حقيقة جدا ولا ندري بالضبط كيف سيكون المشهد في الفترة القادمة ولكن عندما ننظر إلى الأرقام التي يعني ذكرتها هيئة الهيئة المستقلة للانتخابات حقيقة أنا أقول حقيقة مسكين المواطن التونسي 15 ألف شخص يتقدم للمنافسة على 217 مقعد أي أكثر من 1500 تقريبا حوالي 1592 قائمة انتخابية بمعدل 50 قائمة انتخابية في كل دائرة 33 كيف سيستطيع المواطن التونسي أن يعني يختار قائمة من بين 50 قائمة هذا يعني تشتيت لجهود التونسيين تشتيت لذهنه ولفكره وربما هذا هو الذي سيجعل أيضا المواطن التونسي يأذف مرة أخرى عن الذهاب الانتخابات ولكن ليست مفاجأة حقيقة وهذا الأمر يعني تكرر مرة أخرى بعد انتخابات بلدية وهو يتمثل فيه سيطرة المستقلين بقائمات أكثر من القائمات الحزبية يعني عندنا 707 قائمة مستقلة بينما عندنا أقل من 600 قائمة حزبية بل أكثر من ذلك أخي العزيز عندنا عشرة أحزاب تونسية من أكثر من حوالي 220 حزب في تونس عندنا 220 حزب في تونس عشرة أحزاب فقط استطاعت أن تقدم قائمات في كل الدوار 33 وعننا 150 حزب لم يستطع أن يقدم إلا قائمة واحدة في دائرة يعني بمعنى كل حزب تقدم في دائرة من 33 والأفين والأفين والأفين